بنشوف الآن مع بعض يعني center of gravity properties في بعض الخصائص بالنسبة لي an area is said to be symmetric الarea هذي بنقول عليها متناظرة أو symmetric with respect to an axis أو المحور بي بي داش في أي حالة هذي طبعا لما بتكون عندي أي point P من هنا عندها نقطة P من الجهة الأخرى متناظرة وعندها the same distance من هنا الهين طبعا موجودة وبالنسبة لي that line P P dash line هذا P P dash is perpendicular to the line P P dash and it is divided into two equal parts طبعا هنا الجزء هذا بيساوي الجزء هذا في المساحة وفي المسافات بالنسبة للمحور بي بي داش في الحالة هذي بنقدر نقول أنه هذا الجسم متناظر طبعا لو عندي أي نقطة أيضا هنا تحكون عندها نقطة متناظرة من الجهة الأخرى نفس المسافة لو هذي مثلا 2 سنتيمتر رح تكون هنا أيضا 2 سنتيمتر A line L is decided to be symmetric with respect to an axis B B dash if it satisfies similar conditions نفس الشيء ينتبق أيضا على ال lines هل تنشوف مثلا هنا مثال ثاني لأريا متناظرة حول المحور Y أي جزء من هنا أو مساحة رح تكون عندها نظيرتها من الجهة الأخرى وبتكون متناظرة وبتكون عندهم نفس distance X من هنا و X من هنا طبعا هنا الإشارة مهمة جدا في احتساب الصنترود فمن هنا اللي هنا رح تكون عندي minus X ومن هنا اللي هنا رح تكون عندي X أي نقطة موجودة من هنا رح تكون عندها من الجهة الأخرى نفس النقطة أو حتى ال area اللي من هنا أو من هنا بتكون متناظرة عندهم نفس المسافة من هنا ومن هنا طبعا الجهة اللي على اليمين إشارتها موجبة والجهة اللي على اليسار إشارتها بتكون سالبة The first moment of an area with respect to a line of symmetry is zero طبعا هنا الفرست moment اللي هو مثلا Q X اللي هو بيساوي integral of Y DA و و و Y اللي هو بيساوي integral of X TA بيساوون سفر في أي حالة لما بتكون في line of symmetry مثلا هنا ال QX وال QY رح تكون سفر وأيضا نفس الشيء بالنسبة لهذه لو أنا عندي مثلا محور التناظر بالنسبة لهذه أو هذه If an area possesses a line of symmetry its centroid lies on that axis طبعا لو أخذنا مثلا ال eye section هذه طالما هي متناظرة حول هذا المحور مثلا central would see رح يكون على محور التناظر لو كمان هي متناظرة حول المحور X فهنا رح يكون زي ما نشوفوا في آخر نقطة أنه رح equalize at the third intersection بيكون في نقطة تقاطع المحور X والمحور Y طبعا هذا في حالة أنه تكون متناظرة حول X و Y لحالها لو كانت متناظرة بس حول المحور Y مثلا عندي تناظر هنا بس حول المحور Y لكن غير متناظرة حول المحور X في الحالة هذه رح يكون center c موجود على المحور Y لكن بالنسبة لي مش بالضرورة يكون موجود على المحور X موسيقى شكرا